السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طالبات وطالبات السنوية العامة المعلومة. آآ سعيد جدا 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 نقابلكم نرضى في اول حصة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. طبعا آآ يعني اول كان الصدفة كان فيها اجازات فهنبدأ نرضى اول حصة ان شاء الله رحمنه نتعرف بس عن الجيولوجيا ونعرف بس المنهج آآ فكرة سريعة عن المنهج وان شاء الله ان شاء الله نبدأ بالبداية الحلوة الجميلة كده. آآ هي جيولوجيا والعلوم البيئية للسنوية العامة. تمام? المادة دي من المواد العلم علوم عندك كده اربعة مواد فيزيا كيميا هي جيولوجيا. والمواد دي كلها يا جماعة خلي بالك كل مادة بستين فخلي بالك الاول سمحت. دي اهميتها زي كل المواد اللي هي التالية. المادة دي بتتكلم عنها يعبر عن جوزين. جوز الاول جيولوجيا آآ بانقاسم الى خمس ابواب. والجوز التين علوم البيئية. الفمس ابواب هم بساطة قوي علم الجيولوجيا هم مدت الارض في الباب الاول. الباب التاني هندخل بقى جوه الارض كده. فناخد حاجة اسمها المعادن. هنعرف ان المعادن دي معادن مع معادن معادن بيجون حاجة اسمها الصخور. في الباب التالت. الباب الرابع بقى هنعرف ان فيه حاجة اسمها الحركات الارضية ونظرية جميلة جدا اسمها الانجرافق قري. طيب. في الباب الخامس هنعرف تأثير الغلاف الهوائي والمائي على الغلاف اليابس. تمام? في العلوم البيئية انا نعرف حاجة اسمها ما فاهم بيئية ونعرف مشكلة كبيرة جدا 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 جدنا كلنا في العالم. اسمها استنزاف الموارد قلب ايه? نص يا جماعة انا علم الجيولوجيا مدت الدرد انا كله مني الصورة دي. الصورة دي. يعني انا هدرس الصورة دي بالتفصيل تماما. تمام. من بره ومن جوه. من بره ومن جوه. طبعا الاهداف بتاعتي اللي انا اوز احقاها في الدرس ده. اوز اعرف تعريف مواضح جدا العلم الجيولوجيا يعني ايه علم الارض او علم الجيولوجيا. في عندي افرع مختلفة انت على فكرة هتدخل مسلا مسلا ربنا يكرمكم يا رب كله الطب كله ايا كانت كلها اللي بتدخلها ما بتطلاش وبقول طبيب. لا ما يقولش طبيب. انا بقول ايه? طبيب عيون طبيب قلب طبيب. زي ما في الطب فيه افرع. برضو في الجيولوجيا في افرع. فانا هفرع بين الافرع المختلفة لقلم الجيولوجيا. عشان برضو لو ربنا يكرمكم لما تدخل الفرع اللي انت ايه تحب. ايه العلاقة بين الجيولوجيا والعلوم الاخرى? ايه العلاقة بين ايه? وبين الفيزياء العلاقة بين الجيولوجيا وبين الكمية العلاقة البنية وهكذا والاحياني والمواد الاخرى كلها تمام والهندسة يعني كل المواد سواء المواد دي بدرسها او ما بدرستاش. عقارن بين المكونات المختلفة الكوكب الارض. واهم اميز اهم مكونات الغلاف الجو. دي دي الاهداف اللي انا عاوز احققها نهاردة وان شاء الله رب نعينا وان حقق نشارع. بص يا جماعة جيولوجيا دي كلمة من مقطعين كلمة جيولوجيا كلمة من مقطعين جيولوجيا جيولوجيا جيولوجيا. المقطع الاولين زي ما انت بتاخد بتقول ايه مثلا فيسيولوجي بايولوجي الكلام زادوت فانا عندي المقطع الاولي الجيو بمعنى ارض. دي كلمة بمعنى علم. يبقى الجيولوجيا ايه هي بمنتهى البساطة علم او دراسة الارض. يعني الوجياس دي بمعنى علم او دراسة. يبقى جيولوجيا علم او علم الارض او دراسة الارض. طب نعرف لها كده تعريف كده بسيط اوي 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 عشان ده احنا عاوزين نتعرف عليها. العلم الذي يتناول كل ما له علاقة بالارض. مكوناتها عارف مكونات الارض بالزبط. الداخلية. السخور والمعادن وا وا وا. حركاتها. يعني ايه حركات الارض يا جماعة? معظمنا بيغلط غلط يعني. يقول لي الارض بتحرك حول نفسها وحول الشمس. لا لا لا. انا اهمني دراسة في حركاتها. هكتشف ان ان القراط والمحيطات الجزء اليابس ده اللي انا واقف عليه بيتحرك. قرط افريقيا بتحرك قرط امريكا بتتحرك. وده اللي هدرسه. تاريخ الارض. هكتشف ان الارض عمرها اربعة تلاف وستمائة مليون سنة. هدرس اللي اربعة تلاف وستمائة مليون سنة. زواهرها. في حاجات بتحسر غريبة في الارض انا مش يعني ابناء دي كان معرفش افسرها. يعني ايه زلزال يعني ايه بركان يعني يعني. والحاجات دي. فطبعا هفسر لك كل الحاجات دي على مدار السنة. طبعا اي علم انت بايه الثروة ايه الفايدة اللي هتستفدها. الثروات اللي هتستفدها انا بطلع بترول بطلع دهب بطلع ناس بطلع ثروات كثيرة او بستفدها. واللي بيساعدني دماما او هو الاساس فيها المسجولوجيا. طيب زي ما اتفعنا ان فيه افرع للجولوجيا افرع للجولوجيا اول فرع اسمه الجولوجيا الطبيعية اسمه الجولوجيا الطبيعية فقط. ماشي? ايه هو? ان انا شايفين مسلا كتلة صخرية كده. اوز اعرف تأثير الهوى. تأثير العوامل الخارجية او العوامل الداخلية. اللي حاجة اللي من داخل الارض. زي. الزلازل المباركين. الكتلة دي. تأثير العوامل الخارجية زي الهوى او الامطار او وهكذا. يعني العلم الذي يختص بتأثير. انا هنا يا جماعة معلم لكم كلمات. لو سمحت اعتبرها كلمات مفتاحية. مهمة جدا. انا بدرس تأثير العوامل الخارجية زي الرياح والامطار والسيول. وبدرس تأثير العوامل الداخلية على صفور القشرة رضي. خد بالك عشان فيه تعريف تاني بي ايه بيلخبط معي. انا على فكرة بدرس هنا اجيولوجيا التركيبية. بدرس التركيب والبناية. على تأكدوا يا قينا. اي حاجة فوق سطح الارض زهرة باعتبرها تركيب. باعتبرها بناية. باعتبرها بناية. انت لما تدخل مسلا لما دخلنا على اي منطقة كانت منطقة تقريبا شيء فيه مستوية. جيت ركبت عمارة. ركبت. انا بنيت عمارة. بنيت عمارة. فلا اي حاجة بارزة. فبعت بنا تركيبه نية. جيت منين التركيب والبناية. يعني شايفوا مسلا مسلا الطبقات دي. ايه اللي خلاة ملتاوية بالمنظر ده. كويس? المهم. فانا بقول لك بدرس الشكل ده تماما. معناه ايه? وبتكون ازاي? وبدرس ناتج من تأثير القوة برضو. الداخلية والخارجية. ايه شكل عندي? يعني يكون ان انا ادرس الشكل ده اخد دوبالكم يا جماعة. ادرس الشكل نفسه ده اسمه جيولوجيا الطبيعية. ادرس تأثير البياح والامطار والزلازل الباركين عليه? يبقى ايه? ده جيولوجيا الطبيعية. نعم يكون ان ادرس الشكل نفسه ده الجيولوجيا التركيبية. شكل ازاي? اعمال ازاي? وعرف القوة اللي كانت سبب في تكوين. ندخل في تعريفين تانية. قلم المعدن والبلورات. ده نحاس آآ فضة آآ سيليكا. ان انا ادرس شكل المعدن. شكل المعدن. وادرس حاجة انظمة البلورات. سيب الكلمة دي شوية سنية واحدة. ادرس اشكال معدن وخصائصه الفيزيائية وكيميائية. هنا ادرس المعدن والخواص بتاعته. سواء الخواص بتاعته الفيزيائية او الكيميائية. يعني لونه. آآ صلابته. آآ الخواص الفيزيائية بتاعته. التفاعلات والخواص بتاعته انه ما بتفعلش. دي اسمها علم المعدن والبلورات. اي كلمة انظمة البلورات? اي معدن في الطبيعة على شكل كريستلز على شكل بلورات. كوني ان انا اعرف ان البلورة دي نزامها هناخد بعد كيف الباب التاني. حاجة اسمها النزام المكعبي النزام السداسي النزام السلاسي وهكذا. يبقى ادرس المعدن شكله. نزامه البلوري. الخصائص بتاعته دي علم المعدن والبلورات. طب نشوف اللي بعدها. برضو هادرس المعدن بس ادرس الجنب الكيميائي بتاعها. يعني ايه الجنب الكيميائي? المعدن ده يعني مسلا انا في عندي معدن اسمه كوارتز مشهور اوه هناخده كتير جدا. ايس اي اطور. كويس? المعدن ده تركيبه ايه كزا? طيب بيتفاعل مع ايه كزا? ان هو موجود بنسبة ايه وتوزيع ايه في الارض? ادي كزا. برضو اعرف النسب العناصر والخيميات. يعني مسلا دهب. انا عندي الدهب. فالدهب ده دلوقتي. نسبته كان في الكرة الارضية وموجود فين? وا 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 وا. ده بادرسه في جيكميائي. بجيكميائي بحدد نوع ونسبة الخيميات. الخيميات اللي تقلني. الخيميات اللي انا هستفيد منها ابتصاديا. دهب ماس آآ البترول واي خيمات هستفيد منها. مين بحل الهالي؟ مين بيعرف نسبتها؟ اجيكميائي. مين بيعرف خواصيها؟ قلم المعادل والبلغوات. انا جايبه متنينات الترتيب بتاعه. انا جايبه مخصوص. عشان ولاية الحلوين ايه? يفرق بين كل حاجة اللي فيهم تشابقه وفيهم لخبطة. تمام؟ ما فيش ان شاء الله لخبطة. احنا ان شاء الله ان شاء الله هنكون على قد الكفاءة وندرس البده كويس قوي 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 قوي. واني بعرفين الفروق. وفي اخر السنة ان شاء الله. اتمنى ان تقول ايه? الستين ان شاء الله. جيولوجيا البترول. من الكلمة كده. ادرس ايه? كل حاجة علاقة بالبترول. ثانية يا واحدة. معلش انا هارد التانية مخصوص. ايه ده? ايه مستر ده? من هنا برضو انت بتدرس البترول. اهو? لا ثانية واحدة معا. كيف تكون البترول? نشأ البترول كيف? السخول اللي بيهاجر ازاي? بيتخزن فين? بيسمعه جلوجيا البترول. بيهتم بنشأة وتكوين البترول. او الغازة الطبيعي. الهما. وحنعرف بعد كده ان البترول ده بيهاجر من طبعة لطبعة لطبعة. ويوصل لطبعة معينة ويتخزن فيها. طب. من اللي بيدور على البترول. الدراسة اماكن تواجد. انا مش شايف انت تحت البترول ده تحت الارض. انا مش شايف حاجة يا جماعة. بيجي اجهزة اجهزة حساسة جدا جدا جدا. بتعمل موجات معينة. والموجات دي فيه جهاز تاني بيستعمل الموجات دي. فقدر اعرف اقول لك البترول على عمق كزا في المنطقة. هنا في المنطقة دي فيه بترول او غاز طبيع او مية وعلى عمق كزا دي. شوفها دي. يبقى ايه? ان انا ابحس عن البترول ده بتاع الجيوفيزيان. كيف نشأ البترول جلجل جدا. اه قلتوا معين. اخطوا بالكم من الفرق. الفرق طبعا مهم جدا 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 جدا. لازم ناخد بنا. انا جايبه اتنات اتنات عشان ناخد بنا من حاجات الايه? اللي مطلوبة من. طيب. فيه حلم خطير جدا مهم قوي. اسمه علم الاحافير. انا تاريخ الارض ما عرفش حاجة عن الارض. يعني كتاريخ. اللي بعرفني تاريخ الارض تماما حاجة اسمه علم الاحافير. علم الاحافية. تمام? مش مشكلة الكلمة دي. طب ايه هو? على فكرة يا جماعة الكائنات الحية ابناء الطلبة كانوا قسموها الكائنات حيوانية ونباتية. تمام? يبقى كانت عندي حيوانية ونباتية. طيب الحيوانية دي احنا قسمناها وابناء قسموها الفقارية ولا فقارية. فقارية ولا فقارية. لأيه عبود فقري وما لهاش عبود فقري. زي ما يسد دولة كلهم ما لهمش عبود فقري. كلهم. لا فقارية وده اللي بيهمني ايقوي. طيب دي انا ادرس البقايا دي كائنات يا جماعة ماتت من سنة. بص انا مش انا مش دارس اللي كان نفسه. انا بادرس هنا وجوده في الصخر. بقايا كائنات الحية الموجودة في الصفور الرسوبية. دايما ان الكائنات الحية دي بتبقى موجودة في الصفور الرسوبية. طب هالمهمة يا مستر انت خلاص كان انقرض اه كان ما يعني ده ده بطوبة. لا ده ده في علم الجيولوجيا هام جدا 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 ايه بيعرفني عمر الصخور. اه ده اعرف من الكائن ده. اه ده اعرف ان الطبقة اللي انا لقيتها فيها عمرها مثلا مثلا خمسمية تقريبا اتين واربعين مليون سنة. تخيلوا? يعني اه اقدر اعرف عمر الصخور من بعض الكائنات. طب واقدر اعرف طب انا لقيت مثلا مثلا عظمة سمكة. في صخرة. انا مش عارف مينها للعمر. اه شوية. بس اقدر اعرف ايه? اقولك الصخور اللي هنا اللي انا لقيتها دي اكيد كان هنا في بحر. يعني المقطب انا بلاقي في المنبقاطم معطم. بلاقي فيه لما بحفر اي فيلا او شارع او طريق او او او. لقيت حاجة غنيبة او. بقايا جينات بحرية. يعني لقيت قواقع ولاقيت اسماك. بقايا اسماك. يبقى اكيد المقاطم ده كان بحر. شوف عرفت الصروف البيئية رغم ان انا مش ما كنتش عايش. ولا اعرف بس اقدرت اعرف من بعض الكائناة اللي هفير. اقدرت اعرف ايه? ان ان المقاطم كان قابح. وحاجات كتير امثلة هناخدها بعد. انا دلوقتي مثلا العاصمة الايدالية العاصمة الجديدة واختي بالكم منطقة عملاقة. انا هعمل فيها مشاريع عملاقة. لا استندها. قبل ما ما هوب ناحيتها? انا بتاع جولوجيا الهندسية عملوا ايه? درسوا الخواص الصخرية. درسوا خواص الهندسية والميكينيكية للسخور. هل السخور اللي موجودة في المنطقة دي تستحمل المباني اللي انا هبنيها? انا هبني مباني عملاقة في العاصمة الجديدة. فطبعا لازم لازم اكون تأكد يقينا ان الصخور تستحمل المشروعات العملاقة زي لما جدني السدود زي السد العالي. نفق او زي اعمل ان الفق زي النفق الجديدة احمد حمدي. الكبارة الاملاقة زي الدائرة. ناطحات السحاب. الابراج كل ده قبل ما بتحرك وابني اي حاجة من حاجات دي لازم اعرف خواص الصخور لخواص الميكينيكية ولا نساء الصخور. فدي اسمها الجولوجيا الانتسية. بص شوانا بفرها لك وعمل لك الوان وبخطط لقوه عشان ابني يبقى ايه يبقى عارف كويس قوي قوي ايه اللي ما طبع. طبع. علم الطبقات. انا بصد دايما طبقات يا جماعة البداية. بقال ايه على ايه الطبقات? الصخور بقال ايه على ايه الطبقة? ايه الظروف او ايه القوانين اللي كلت الصخور دي تتواجد عليها الطبقات الصخورية? واماكن ترسيمها بعد تفتتها لعلم اسم وعلم الطبقات. اخر حاجة طبعا من الحاجات الخطيرة او 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 مهمة في حياتي المياه الارضية. لازم. اللي بيختص بدراسة المياه الجوفية او بسامنا الارضية دي اللي هستخدمها دايما جلمة المياه الارضية. وازاي استخرجها? واستفيد بنا سواء في الزراعة او في الشرب او في استصلاح الاراضي باسمها جولوجيا المياه الارضية او المياه الجوفية. طيب. انا جماعة لو سمحتم. ادي الارض هي قدامي. في حاجات كتير اولا شايفت في جساف الارض. مش فامق. جات من اين? ايه سبابها باسمها الظواهر التي يفسرها علم جيولوجيا. اول حاجة بيفسرها العلم جيولوجيا ان مكونات الارض فيه قارات. والقارات دي فيها جبال وسهول ووديان. ليه القارات دي موجودة? ليه فيها على فيه الجاية. مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة. ده اللي هيفسرها لعلم جيولوج. ان نبص في حتة اللي هي المحيطات اللي انت شايفها اللي هنا ازرق دي المحيطات. في بعض المحيطات او البحار ضحلة ضحلة يعني قليلة العمق. قليلة العمق. وبعض المحيطات يصل عمقه لحداشر الف متر او ممكن اقول الحداشر كيلو. مين اللي هيفسر لاختلاف الاعمق دي والبحار والمحيطات من اساسه? العلم الجيولوجيا. في معادن انا بلاقي معادن وكده مين اللي بيستخرج للمعادن طبعا والخامات الانتصادية والبترول والمياه الجوفية. طبعا علم الجيولوجيا بالدراسات بتاعتهم اللي بيقدروا يعرفوا اماكن السروات المعدنية او البترولية او الخامات الانتصادية. يا ربنا يا حمي مصر يا رب دايما 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 من بعض الزوار الطبيعية. يا على فكرة يا جماعة دايما فيها فطورة ولقاء فوائد. مثلا البراكين مين اللي بيفسر بحدوث البركان? الجيولوجيا الميجيولوجيا. بعض البراكين بتخمط بعد فترة او زي بص بوركان خامد. اسمه بوركان خامد. وبعضها بص ناشط. ربنا يا حمينا يا رب دايما 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 هذه الزوار او هذه الكوارث الطبيعية. وعلى فكرة لها فوائد كثيرة جدا جدا جدا. والعزب الله سمعنا ببعض في المدن يعني ربنا يعني كان فيه ببعض يعني حصلها زلازل. سمعنا عن تركيا وعن سوريا وعن بغرب يعني ربنا يحمي مصر دايما دايما يا رب يحمينا دايما من هذه الظاهرة المروعة. آآ الزلازل. ليه بيحصل الزلزال? وليه في بعض الزلزل بتدمر كرة ومدن بعكمالها. وشوفنا طبعا حاجات تسمعنا اخبار يعني من فترة. وربنا نحن مصر دايما دايما من هذه الزوار. هل الجيولوجيا مفيدة? ايه فواهد الجيولوجيا? فواهد المجيولوجيا. اول حاجة التنطيب عن الخيامات المعدنية زي? زي. ده الحديد الفضل. مين اللي هيدا? مين اللي هيداولي عليها? الجيولوجيا. طيب. مصادر الطاقة. مهمة جدا. كل حياتنا دلوقتي بقت ايه? المصانع والعربيات وا 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 وا. محتاج طاقة. فانعدي مين اللي بيداولي على الفحم والبترول والنهاز الطبيعي. والمعدن المشاهلة ايه بدأت دلوقتي بستخدمها في ايه? كمصدر من مصادر الطاقة. المواد البناء من اللي بيبحث لها عن مواد البناء. المواد البناء المهمة جدا الحجر الجيري. الطفل الطفل قابنها عشان بيسألوا كتير قوي على كلمة الطفل. الطفل نوع من انواع الطين. نوع من انواع الطين بس صلب شوية لا يصلح للزراعة. هذا الطفل مهم جدا على فكرة. مهم جدا جدا بستخدمه وبضخله وبعمل به شكير الأسمنت. حجر الجيري مع الطفل بعمل به من الأسمنت اللي احنا عارفينه. دخال ما المباني بتاعتنا كلها معمولة من الخمتين دولت. طبعا الرخام والجبس استخدم في كتير قوي ايه من مواد البناء. حتى يعني العمليات العسكرية كان الجيولوجيا كان لها دور مهم جدا 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 وكان يعني يعني كنساهم طيبين بالمناسبة آآ ذكر اكتوبر العزيزة الجميلة. يعني يوم الكرامة. انا بقول يوم الكرامة. كان الجيولوجيا ليها دور في هذه العمليات النجاحة زي العمليات العسكرية. ده من الحاجات تخطيط المشاريع العمرانية زي بناء مدن جديدة زي بناء السدود زي الانفاق قلناها قبل كده. شق الطرق يعني بص النفاق زي ده. من اللازم يكون بتاع الجيولوجيا كان ليهم يد في ايه? في اختيار المكان المناسب لبناء هذا الايه? البحث عن المواد الاولية. في مواد اولية جماعة زي السوتيوم والكابريت والكلوم. دولت طب يا مصر ما عادي ما هنعرفينه ما مصر. لا بس بيستخدمه بصنات ايه? الاسمدة المبييدات الادوية. في عناصر اخرى. عناصر اخرى بس نبدل المثال التلاتة دولت اللي عندي في المنهج. بس ايه? مهمة جدا في ايه? في صناعة الاسمدة والمبييدات الحشرية والادوية. طبعا الكشف عن مصادر المياه قبل ايه اللي قلنا طبعا دي يعني حاجة حياة. الميا دي حياة. روح. فطبعا ايه? باستخدمها 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 عشان تصبح الاراضي. تمام? بص يا جماعة طبعا في النزام جديد ابنيه طبعا عارفين ان هو كل الاسئلة بتاعتي بتعتمد على الفه والتطبيق والتحليل. وبيبقى فيه سؤال مقالي. انا هنضرب شوية دلوقتي على اسئلة اختيار من المتعدد في كام سؤال كده ونتضرب ايه? عليهم. تمام? نقرأ كده اهم حاجة عندي ان ندور على حاجة اسمها كيورد. كيورد يعني ايه كيورد? كلمة مفتاحية هي اللي هتدور لي على? خلينا اجاوب. ما يتخصص علم الجيولوجيا الذي يقيم كمية خامل فوسفاد? يعني ايه يقيم? يعني اقدر اعرف اعرف نقول كمية. يعني مع عارفة كمية خامل فوسفاد. مدام اعاوز اعرف كمية. اقيم الكمية. يبقى مين اللي يساعدني في الموضوع ده? ايه رأيكم? مدام معرفة نسبة. او 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 او. يبقى هيكون الجيو كمياء هو ده اللي بيعرف لنسب المعادن في الارض. طب يا مثل ما اخترت ليه ما المعادن? الفوسفاد من المعادن او الصخور او كده او خامل. لا يا حبيب. ده يوصف لي خامل الفوسفاد شكل واحد. يوصف لي خواص بتاعته. علم الطبقات. ماشي انا ممكن انا لقى الفوسفاد فوق سطح الارض او بتاع مش محتاج ان انا اعرف طريقة تتكوني الطبقة زي. الجيو فيزياء بيدور لي على الحاجات اللي تحت الارض ميقبلش كميتها. ميقيمش الكمية بتاعلي. شايفين الشكل ده? ايه رأيكم فيه? مكتوب ايه? ايه? جاي رأي مع بعض? اي استخصتة ليه تم الاستعانة بعلمائيه لدراسة الشكل المقامل? اولا نجيب لي شكله وقول لي ان عمره عمره خمس ومئة مليون سنة. مدام عمره خمس ومئة مليون سنة فريدي عرفتني الحق او الكائل الصورة دي عرفتني العمر. مين اللي بيعرفني العمر? هل البترول? لا يا مصر. هل الجيو كيمياء? بيعرفني النسب العناصر. هل الطبقات? محتمال. بس اللي بيعرفني العمر وقلنا بيعرفني العمر هو البحافير البدر. تعتمد صناعة الحديد والصلب على توفير. خامات الحديد والهيماطاينز الجير والهيماطاينز. عشان اصنع حديد وصلب محتاج جير ومحتاج ايه? ايه ما طيب. وهعمل صناعة. يعني هعمل هبني مصنع. طبق. المعدن والبلرات. المعدن والبلرات يعرف لي خواص. الجيو كيمياء طب هيعرفني فعلا النسب خليها شوية. الجيولوجيا الهندسية قبل المصنع. بس انا عاوز اعمل مصنع. وادور على الخام. يبقى اكيد الحاجة تكون اشمل من كده. يبقى يكون ايه قلم الجيولوجيا. قد تقول لكم يا جماعة انا هنا انا عاوز اعمل مصنع وفي نفس الوقت بادور على الخام. اعمل مصنع وبادور على الخام. فالمين يبقى لازم تكون كلمة اشمل اي علوم الجيولوجيا يدرس تأثير. اي علوم الجيولوجيا يدرس تأثير الرياح والبراكين على صغر الارض. مدام في كلمة تأثير. ها ابنائي حلوين الجمال. مدام لقيت في كلمة تأثير. اولا الرياح دي عوامل خارجية. خارجية. طيب. والبراكين دي عوامل داخلية. ها تمام? داخلية. يبقى البدرس تأثير عوامل داخلية وخارجية. بص انا مكتبت لكش داخلية وخارجية. انا استنتج دائم من الكلام. يبقى اكيد مين? وانا عاوز تأثيرها. تأثيرها على صغر الارض. يبقى ها رفو عليكم. الجيولوجيا الطبعية. الجيولوجيا الطبعية. كده يبقى خلصنا الجزء بتاعنا دوت. قدنا مقدمة عن الجيولوجيا. ربنا يكرمكم ان شاء الله. الحصة جاية هناخد. بإذن الله بإذن الله. مكونات جاوكا بالارض. ندخل بقى نغوز جاوكا بالارض. ونغوز فيه. ونبدأ طبعا ايه? نعرف تركبها بالزبط. ونعرف كل مكوناتها. وان شاء الله هتكون حصة مبتعة معاكم دايما دايما دايما. وإذن الله رقم على خير. كان معاكم من شام درويش خبير. طبعا بشكر جدا جدا زملائي في الإدارة عمل المهاجمية. اكتبوا التعليمي على مجبودهم وعلى تنسخهم وعلى عددهم. ربنا يكرمهم واشوفهم ان شاء الله على كل خير. شكرا جزيلا.